يلا فيديو جديد من النهاردة هنبطل نشتري زبادي منبرة لو جربت تعملها في البيت صدقيني من كتر ما انت فرحونة ازاي طلعت كريمي بالشكل اللي انت شايفها ده مش هجي بها منبرة كم خطوة كده هقولك عليها ليه بتطلع يعني فيها لسعة شوية وايه المكون اللي ممكن يخلي فيها اللسعة دي الفيديو حلو النهاردة ان شاء الله تستفدي منه بجد يعني طلعت بنتيجة زي ما انتوا شايفين الزبادي كلها كريمي كده يا سلام بقى لما تحطي عليها شوية عسل ابيض بجد تحفل الفيديو حلو كميلي للاخر اهم حاجة نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لايك وشير وسبسكريب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد هتسكلوا لبن وجربي فيه اهم حاجة كن اللبن من مكان معروف او مكان مضمون ان هو يكون كويس وبخيره هتجي به وهتحطيه على النار شايف هنا كده حطته على النار واول ما بدأ يغلي خلاص مش بحطي فيه معلقة ولا اي حاجة انا عاوز الوش اللي موجود ده كله زي ما هو كده يكون موجود هقول لك لي عاو زي يكون موجود وبعد كده هتستني اول ما يغلي خلاص يعني هنا كده بدأ خلاص في الغليان هيفور اللي هيخليه بقى ان هو ما يفورش هتجيبي معلقة وهتحطيها بالشكل ده خلاص هسيبه بقى المدة عشر دقيق يعني انا جايباه مكان مضمون وكل حاجة لكن زيادة تأكيد كمان هسيبه عشر دقيق لو فيه مياه او فيه اي حاجة زيادة هتتبخر وهتطلع انا عاوز اللبن يكون تقيل وكويس وده اول سر من اسرار ان الزبادي بتاحتك تطلع كويس خلاص بعد ما سيبته عشر دقيق هسيبه يبرد زي دمع العين بعد ما يبرد زي ما بعمل كده دي اهم خطوة ان انت تشولي كل الزيادات اللي علوش او الفقاكي اللي علوش ديشي لها لحد هنا ماشيين تمام وكويسين في غلطة واقعت فيها هقول لكم عليها كنت ممكن افصل الفيديو وما اقول لكمش خالص الا غلطة لكن لا هقول لكم عليها شايف هنا لحد هنا ماشيين تمام معي زبادية هحطها ده الغلط اللي انا عملته المفروض ان انت الزبادية بتحطيها بولة تانية صغيرة وتحطي عليها معلقتين اه من الحليب مش اكتر وتضربها بالهند بلندر لان لو انا زي ما بعمل كده ده الغلط اللي انا عملته اه هتضربي طبعا هيعمل اه فقاكية وهيعمل طبقة وهتعمل الرغاوي وبسي كل اللي انت شايفه شايفها يعني انا هنا اخدت بالي ان لأ دي خطوة ما كنتش المفروضة عملتها قلت خلاص كواس ان انا عملتها علشان اقول لكم الخطوة دي شايفين كل ده المفروض ما يكونش موجود اه لو انا ما ضربتش بالهند بلندر خلاص انا شلت كل ده جلا ملا ياسو يعني كلنا ممكن نقع في نفس الخطأ ده بس المهم ان ان انت بقى يعني تعترف بيه وانا اعترفت بيه قدامكم ان هي خطوة هي متعبة ليا يا ما ضررتش الزبادي في حاجة لأ يعني هي الزبادي الحمد لله نجحت وكل حاجة لكن هي تعبتني ان اعادت بقى اشيل كل ده من على وش الكوبايات فانتي طبعا يعني بتنهي عن كل ده فعملي يعني امشي زي ما قلتلك كده حطيها ببولة وحطي الزبادي على معلقتين حليب واضربها بالهند بلندر خلاص مش هتعمل اي حاجة هتحطي بولة الزبادي على الحليب كله وبعد كده هتقلي بها براحة وتفضيها كلها في كوبايات كده عندك بولات بغطا كوبايات زي ما عملت كده براحة الخلص ماية سخنة مش مغلية وحطتها في الصنية يعني حطي الكوبات كلها في صنية وماية سخنة بقى هتحطيها وبعد كده هتغطيها بالستريتش ريب عندك ورق زبدة كيسة اي حاجة مهمة او الخطوة دي عندي الفرن كنت مولعية وسبتوا لما سخن جمد قوي وقبل ما دقل الصنية بتاكد ان انا طفيت الفرن بتاعي بعد كده هتحطت الصنية لو若قة الزبدة عملتها علشان اللي انتو شايفينه ده شايفين يعني المية اللي في الصينية كل ده كان ينزل على وش الزبادي طبعا كل ده غلط سبتها ليلة كاملة تاني يوم الصبح يعني كده كنت تاني يوم الصبح خلاص بصي متماسكة ازاي قبل ما دخلها التلاجة ولا اي حاجة يعني انا لسه ما دخلتاش التلاجة خلاص انت ممكن تاكلي منها كده كانت جاهزة لكن عاوزها تتمسك اكتر دخلها التلاجة بقى ساعة او اتنين او تلاتة زي ما انت حب خلاص بعد كده هطلحها بقى من التلاجة بس قبل ما دخلها التلاجة تاني يعني حطت عليها ورقة الزبدة او اللي انت حطيتها عليها وحطتها ساعتين تلاتة هنا بعد ساعتين تلاتة خلاص تتمسكت بقى تقليبها يمين تقليبها يشمال خلاص اضماني ان هي خلاص يعني بقت كويسة ومتمسكة بجد انت لما بتعملي الحاجة واول مرة بقى تجدوها سديني بتبقي فرحانة اوي طعمها زي اللي برة تبقي اللي بيخلي يعني فيه ساعة تجيب الزبادي من برة تحس اللي هي ممررة اساس الزبادي اللي انت جايبها هتعمل مكان مضمون او تكون كويسة لو انت دقتيها ولاقيتي فيها لسعة وبعتعملي بها الزبادي بتاعتك هتها تكون كويسة وما فيهاش اي لسعة لان دي الخميرة الخميرة لو حطتها على الزبادي هي اللي هتخلي طعمها حلو او طعمها مش كويس فأهم حاجة الزبادي تكون كويس شايفين بقى عاملة ازاي كريمي متمسكة ما فيهاش مية خالص بجد تحفة هتحط عليها كده عصر أبيض يا سلام والله طعمها أحلى من لبرة يا ربي كده الفيديو كون بسيط وكون عجبكم وكون وصلت لكم ولو معلومة صغيرة ومن كده هاتي كيلو بس وجربي فيه ان شاء الله هتطلع عنك حماكي ما تنسيش بقى باللايك واشتشير والسبسكرايب مع الف سلام